بغض النظر عن كل ده وده انتصار مهم وصدارة الدوري لكن في نفس الوقت المؤتمر الصحفي للأسف وهو المؤتمر الصحفي الجزء لا يتجزأ من المباراة طبيعيا تكون فيه اسئلة منطقية طبيعيا يكون فيه اسئلة من السادة الزملاء الصحفيين في المؤتمرات الصحفية لكن اللي مش منطقي ان ممكن يكون فيه اسئلة تقبل المدير الفني ان هو يرد ويدافع والبعض يصف هذا الرد ممكن يكون رد حاد او رد قوي لكن انا شايف ان رد بيتسو مسماني منطقي لانه هو لما سأل الشخص اللي وجه سؤاله لبيتسو مسماني قال غيرت اللحظة دي مش متأكد لان معظم الزملاء الصحفي اللي كانوا في المؤتمر قالوا اللي سأل السؤال ما كانش صحفي وانا برضو دي مليون علامة استفهام اعتقد الفترة الجاية تحتاج الى يعني الاهتمام شوية بالمؤتمرات الصحفية عشان الصورة العامة تبقى طلعة بشكل كويس جدا لكن لما سألوا على لويس مسماني كان طبيعي جدا بيتسو مسماني بيقول له هل انت جاد في سؤالك انت بتتكلم بجد يعني انت شايف ان لويس مسماني سيء جدا ومش منطقي كمان ان حد حتى لو زميل صحفي يسأل يقول له اللاعب ده سيء جدا ازاي دفعت بيه وازاي نزلته في المباراة يعني تقييمك لللاعب كمان وانك تصفوا بانه لاعب سيء جدا ده غير منطقي وغير موضوعي لكن رد بيتسو مسماني رد بيثبت ان فيه مدرب بيحافظ على الفرقة بيحافظ على كل اللاعبة ما عندوش يعني فكرة ان عندي مهتم بلاعب ولاعب لا قال اللاعبة كلها عندي سواسية وما عنديش نجمة في الفرقة واي سؤال هيتسئل بخصوص اي لاعب هو طبيعي ان يدفع عنه لكن اللي مش منطقي ان يتسئل سؤال ازاي تنزل اللاعب سيء جدا وهو سبب في الهدف التالت لان العرقلة والضربة الحرة المباشرة اللي احرز من خلالها علي معلول كان فاول لليويس ميكي سوني فاسئلة مش منطقية لكن هل السؤال اللي مش منطقي ده بس ممكن تكون حالة فردية لا الغريب ان هي مش حالة فردية انا كنت متوقع ان بارا ان هي حالة فردية والانتقادات اللي بتتوجه لبيتسو مسماني رغم الانتصارات والبطوات اللي بيحاقها هتخدنا في سكة يا جماعة ممكن ما تكونش كويسة لانه خدوا بالكوا انتوا بتتعاملوا مع مدرب افريقي فلازم الناس وهي بتسأل او بتنتقد تتعامل باحترافية شوية وتكون منطقية في نغضها لمدرب النادي الاهلي لان في نفس الوقت الافارقة تحديدا لما بيتعاملوا في مسألة الاجابة على الاسئلة او في تقييم شغله بيبقى حساس جدا في هذه الجزئية فاتمنى الناس الفترة الجاية لما بتتكلم على اداء بيتسو مسماني او على اداء اي لاعب في النادي الاهلي تكون موضوعية ومنطقية بشكل كبير عشان الموضوع ما اعملش حساسية في ظل ان النهاردة تعليقات بيتسو مسماني واجابته على السؤال عايز اقولوك النهاردة كانت متصدرة تريند في جنوب افريقيا وكل الزملاء الصحفين في جنوب افريقيا عملوا شير للفيديو واجابة مسماني في المؤتمر الصحفي والناس بتندهش من طبيعة السؤال فمهم جدا نركز على فكرة ان بيقود النادي الاهلي مدرب افريقي نجح في التجربة حتى هذه اللحظة ومستمر وبيحقق ارقام وبطولات ما تحققتش منذ فترة منو الجزئي على مدار السبع السنين او العشر السنين الاخيرة في اخر حجبة لمنو الجزئي مع النادي الاهلي دي قزئي